موسيقى والآن لموضوع نقاشنا الرئيسي في حلقة اليوم فطفحية السيارات يعتبرها البعض رياضة وهواية ويعتبرها آخرون خطرا وتهورا وإزعاجا ممارسة انتشرت كثيرا في الشرق الأوسط والخليج العربي في السنوات الأخيرة الجدل حول هذه الظاهرة لم يحل دون تنامي شعبيتها التي أصبحت تأخذ شكل مسابقات في العديد من الدول رغم غياب أي إطار ينظم هذه الممارسة ولكن لماذا يلجأ الشباب إلى تفحيد السيارات وما هي الدوافع وراءها وما تأثيرها على المجتمع نذهب إلى العراق لتسليط الضوء على هذا الموضوع ونعود للنقاش صخب المحركات اختلط بصيحاتهم ليغير وجه هذا الشارع بمحافظة الموصل مجموعة من هوات رياضة المحركات دشنوا مسابقة هي الأولى من نوعها لعروض تفحيد السيارات بالعراق هذا أول تجمع الفريستايل دريفتينك صار ونتمنى من الحكومة ومزارة الشباب والرياضة المزيد من الدعم بإنشاء ساحة بسيطة استغلال الشوارع العامة لإقامة استعراضات التفحيد الخطرة أمر لا يجد ترحيبا لدى القائمين على السلامة المرورية في العراق كما أنه لا يحظى برعاية تذكر من قبل وزارة الشباب والرياضة التي ترفض إدراج التفحيد ضمن الألعاب الرياضية المعترف بها لا تسلم عروض التفحيد من مخاطر ففضلا عما تثيره للعامة من صخب وإزعاج تخشى السلطات المعنية مما قد تتسبب فيه رياضة السرعة العالية من حوادف المواهب كثيرة لدينا والسيارات الجميلة قابلة للتطوير ونحن بحاجة إلى الدعم البسيط من أي حكومة أو أي طرف في هذا الشيء الجميل المغرمون بهواية السرعة لم يطالبوا سوى بفضاء رحب لإبراز مهاراتهم في التحكم بالسيارات أسوة بدول العالم التي تعترف برياضة التفحيد تنضم إلي من عمان إناس البسوقي أخصائية نفسية واجتماعية وأيضا سينضم إلي لحقا بطل أردني في رياضة التفحيد أهلا بك سيدة إناس طبعا تابعنا التقرير كان من العراق ولكن ربما دول الخليج هي من أكثر الدول التي تعاني حقيقة بسبب موضوع تفحيد السيارات الذي يقوم به الشباب في الشوارع في الأماكن العامة التي تحصد أرواح كثيرة بداية برأيك هل يمكن اعتبار تفحيد السيارات كرياضة ويجب إدراجها في شكل رياضي؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم سعد مساكست أمال ومساكك المشاهد الشابي معك رولا طبعا بالنسبة لرياضة يعدروني العشاق سترولا آسفة طبعا يعدروني عشاق هذه الرياضة المدرجة تحت اسم السباقات والسرعة وغيرها قد يكون تعليقي مزعج نوعا ما هي هواية بدأت في هواية كظاهرة أصبحت الآن ظاهرة طبعا لأنها أكثر شيوعا وانتشارا من طبعا غيرها من دواهر الأخرى طبعا سلبياتها أكثر من إجابياتها لكن إنهم دوافعهم كشباب وكمراهقين في اتخاذها كوسيلة للترفيه نحكي كوسيلة للتباهي وسيلة للتعبير عن النفس فهلأ هي منتشرة في شرقنا الأوسط من زمن ليس بطويل ومن زمن ليس بقصير طبعا تختلف من بيئة إلى أخرى فينا نحكي في بيئة مثلا الشرق الأوسط نيجي على دول الخليج العربي ستة أمال نحكي رولا هلأ الموجود عندنا ربط وشرات رجولة الشاب أو الرجل بقيات السيارة طبعا تباهي بسمع الأب أو الأم ابنهم المراهق نعم بسمعوه أنه مثلا شوف كيف ابن العم شوف ابن الجيران باعتبروه نموذج في قيات السيارة بشكل تفحيد اللي هي نحكي دريفتينج وسرعة وتعفيت وتقميس حسب مسميات حسب البلاد العربية متشرفية هلأ عم تنتشر مثلا في الأردن في العراق ولكل البلد وكل مجتمع فيه له هالة خاصة وكينون خاصة بناء عليها تصبح الشاب ينقاد نحو هذه العادة طبعا الفرجة مجانية لا أحد لوحده أو لاجهة صحيح الفرجة مجانية ولكن قد يدفع لاجهة لوحدها مسؤولة عن هذه الظاهرة تماما فيه تأخير بصوت بيني وبينك الموت مجاني الفرجة مجانية والموت مجاني لأنه شفنا العديد من الفيديوهات عن الطفحيد حتى لو كان بين المتفرجين والموت مجاني للأسف تماما بين الجمهور يعني هن عم بيروحوا ضحايا لما بتوصل السيارات لعندهم ولكن السؤال الآن يعني الجهة المسؤولة اللي كنت عم تقولي ما فيه أي جهة محددة هي مسؤولة عن هذا الموضوع بما أن موضوع طفحيد السيارات هو أمر واقع يجذب الشباب هل نستطيع الحديث عن هذا الموضوع كمشكلة اجتماعية ظاهرة اجتماعية لها قواعدها التي تدفع الشباب ولها رواسب معينة تدفعهم إلى القيام بطفحيد السيارات أم أنه مجرد رياضة طبيعية يجب أن يكون هناك اهتمام من الدولة بتخصيص المضمار الخاص لها نعم نعم هلأ في ظل الأسباب التي تدفع الشباب والمراهقين لقيام بهذه الهواية اللي هم بعتبرها هواية للأسف غير مدعومة من قبل الوزارات المختصة غير طبعا منظمة من قبل اتحادات نحكي رياضة وزارة الشباب أو غيرها أو حتى الإعلام والسوشال ميديا بالتالي أصبحت ظاهرة وسلبية إنها عم تحصد أرواح حتى الجمهور اللي عم بتجمع ليشاهد زميله أو صديقه أو ابن الحارة أو ابن الجان وبساحة المدرسة أو ساحة الجامعة أو الساحة اللي بالصحراء وهو عم بتباهى بقدراته طبعا لكون شوية دقيقة وعادلة في حقها أولئك الشباب هم فيه نوع من إسقاط المشاكل المختزنة في اللاوعي يعني ضغط نفسي هائل قد تعرض له هذا الشاب فهو صار عنده نوع من أنه حب الظهور حب أنه فشة الغلب العامية اللي هي إظهار أنه أنا أفضل مما تتحدثون عني بالخفاء كأسرة أو كمجتمع أو كمدرسة أو جامعة يعني هو عم بيحكي للمجتمع للعالم أنا موجود وعندي سرعة هائلة وعندي تحكم بالسيارة وطبعا شركات السيارات للأسف حاليا مثل شونا بالتقرير قبل شوي أحد الشباب قال أنه حتى السيارة قابلة التهجين وقابلة التطوير يعني عم بيروجوا لسياراتهم بطريقة أنه استخدموها بطريقة سلبية فشاب عنده ميولة لفة الانتباه وبضل الحياة اللي عم بنعيشها حروب وأزمات اقتصادية خانقة يعني فينا نحكي لبعض الشباب خرجوا بهذه الهواية من أسر مرفهة ماديا خد فلوس اشتري سيارة طور اعمل فيها حوادث ورجع جيب غيرها وقد يقوم البعض الآخر بسرقة السيارة وقد يقوم هي كظاهرة منتشرة في مجتمعاتنا العربية مرتبطة بعادة الإدمان وعادة الكحول والسكر بالتالي هو إنسان خرج من بيئة لا يجد فيها تواصل للأسف قويا عدم وقد يقل أيضا بين الأب والأم أو بين الأب والإبن فبالتالي بتصبح هذه ظاهرة أكثر نحكيها ظاهرة أكثر منها هواية رح نحكي طيب أكثر ونحكي أكثر ونحكي أكثر وناخد رأي طبعا بطل ألريفت في التفحيط في كلامك واللي يتهم ربما بأنه اللي بيمارسوا هالرياضة أنه عندهم مشاكل اجتماعية وغيرها وغير مسؤولين ولكن اسمحيلي قبل أن أستقبل ضيفي وأيضا مشاهدين أن نتابع ونتعرف بعض الحقائق الخاصة بظاهرة التفحيط أو الدريفتينج نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ينضم إلي من عمان رأفة هاروم بطل أردني في ممارسة التفحيط أهلا وسهلا فيك سيد رأفة لا أدري أن كنت استمعت تسنى لك الاستماع إلى رأي ضيفتي إناسة سوءي عن هذا الموضوع ورأي طبعا ليس رأيها فقط ولكن رأي الكثيرين في هذا الموضوع حضرتك كبط الأردني في هذا التفحيط هل هي تهمة أنك تقوم بممارسة التفحيط؟ هل أنت تعاني من مشاكل اجتماعي؟ هل أنت متسيب؟ هل أنت غير مسؤول؟ أم ماذا؟ الله يعطيكم العافية الله يعافيك يا رب أنا اسمي رأفة هاروم من الأردن هواية التفحيط اللي اسمها دريفتينج أنا حسب ما سمعت التقرير من تقريبا أقل من دقيقة في التقارير اللي عم تحكوها هاي تقارير كتير أديمة إحنا بالأردن إحنا تقريبا هلأ عم ننافس بطولة شرق أوسط إحنا نادي السيارات الملكي عم بيعطينا بطولة هي قائدها سيدنا الأمير فيصل مختلفة تماما عن اللي إحنا منحكي عليه أو اللي إحنا عم نشوفه الرياضة هاي صارت كتير منتشرة بالشرق الأوسط وبالعالم إلها حلبات خاصة وليس إلها أماكن عامة هلأ إحنا ضد أنا عم بعمل بطولات خاصة ربما في الأردن نعم ربما في الأردن أستاذ رأفة الموضوع منظم ولكن طبعا تقريرنا أول شيء كان من العراق وليس من الأردن العراق الموضوع غير منظم أن الشباب نفسهم ينظموا يعني بخصصوا ساحات وبينظموا هذا الموضوع معلوم منظم من الدولة والسلطات وأيضا في دول مثلا مثل دول الخليج على الرغم من أنه أصبح هناك تنظيم لهذه العملية إلا أنه الشباب ما زالوا يمارسون رياضة التفحيد خارج إطارها القانوني يعني في الشوارع في حاراتهم في أماكنهم المختلفة تمام العفو لكن الصوت ليس واضح كثير هلأ أنا كبطل أردني أنا بطلع بنافس بسلطنة عمان بنافس بالإمارات بنافس بأبو ضبي نفست في مصر بطلع بأكتر من دولة تقريبا ما نحكي دول الخليج كاملة مع الأردن أصبحت منظمة بشكل كثير ممتاز من السلطات من الحكومة ببعض مثلا نحكي الدول اللي عم تحكي عنهم العراق العراق للأسف عندها شوية بسبب الحروب والاقتصاد والوضع اللي عم بيصير معهم من عدة سنوات هذا الحكي اللي هو ما ولد أن الحكومة أو الشركات الخاصة تقدر تطور من الرياضة يا أستاذ رأفت ربما لأنك أنت مشارك كرياضي محترف في هذا الموضوع وتشارك في الأماكن المخصصة في دول الخليج ولكن بالسعودية بال2014 يعني الموضوع ما صر له كم سنة لأنه ما تسنى إلي أجد إحصائية أجداد تحدثوا عن أنه في 17 شخص يوميا عم بيموتوا بسبب عملية ممارسة التفحيد في غير أماكن المخصصة لإلها يعني الموضوع في محاولة لضبطه ولكن هو خارج عن سيطرة الضبط والقانون بالزبط إذا فيه أنا مع طبعا أنه يكون فيه عقوبات أعلى على السائقين اللي ما بيكونوا ضمن نطاق معين نظم حلبات معينة بالسعودية طبعا تقرير لـ 2014 أنا ما عندي صراحة بس بالسعودية فيه عندهم حلبات بس إنه بدنا توعي مرورية أكبر إحنا عنا أبطال من السعودية إلي أصدقاء بالسعودية سعيد الموري عبدالله القحطاني هاي أسماء كتير كبيرة رامي الشهري فيصل كتير على علاقة جدا كبيرة معهم وهم عم بيحاولوا ينظموا كتير بطولات قبل تقريبا أسبوع كان عندهم بطولة على مستوى العالم كامل جابوا كل بطل من جميع الهواء من الاستعراض من الدريفت من الرياضة كلهم جمعوهم داخل ملعب وسووهم طبعا اللي عم بحكي لك عليه مش موجود حاليا بكل الشرق الأوسط إلا بالسعودية طبعا أنت عارفين إلا ما يكون هناك ما بإنه قدر نحصر أكبر كل الناس قدر تيجي على الحلبة لا إحنا ما نحاول نسوي توعية مرورية أنا شخصيا بطلع بتوعية مرورية على الجمعات سويت سبق منظم للجمعات هي عيدها توعية أكثر من الحكومة يعملون مناطق للاجتماع الناس للي بتابع وهلأ برجع لك ست إيناس يعني أستاذ رأفة المتابع اللي ما بيعرف بالضبط بأنه هالرياضة هي صارت بشكل يعني قانوني وصار في إلها بطولات منظمة المتابعة الطبيعي بيعتبر هذا الموضوع هو خروج عن حدود المسئولية لما بيشوف بيسمع بالموضوع التفحيط بالمجمل كيف بتشرح يعني رغبة الشباب في ممارسة رياضة التفحيط هل هي حكرا على المعون مصاري من الطبقة الغنية هل هي ليش بيتم أساسا حرق السيارة يعني ليش بيصير التفحيط يعني أنا شايفتهم مباشر بيدوروا بالسيارة التفحيط طبعا هو اللف الخماسي لحتى يحترق المحرك فهي وين الرياضة بالموضوع وين المتعة بالموضوع بس مشان اللي ما بيعرف بهالشغلات هيفهم تمام التقرير اللي أنا عم بشوفه سوري هاي بظاهرة طلعت من الأردن من الشرق الأوسط قبل تقريبا 12 أو 13 سنة إحنا حاليا لو أنا بتمنى لو كان عندي مادة بقدر أفرجيكم إياها إحنا حاليا السبق كتير يختلف عن اللي إحنا عم نشوفه التقرير إحنا هلا فيه مدرجات فيه سيكيورتي فيه شركات رعاة فيه سبونسر معنا مارشل مش بالطريقة اللي إحنا عم نشوفها على التلفزيون هاي الطريقة أنا ما بقدر أحكي عن بلد أنا ما زرتها بس مختلف تماما بقدر يشوفوا الشباب على اليوتيوب بقدر يكتب نادي السيارات الملكية أو السعودي أو الإماراتي فيه كتير مختلف جدا هي التاني عشان تكونوا بس للمستمعين رياضة السيارات حاليا بالشرق الأوسط هي التانية بعد كرة القدم إلها جمهور ضخم جدا إلها تلفزيون إحنا عم بتابعونا قنوات تلفزيون كتير كبيرة عم نغطى من الجرائد من المجللات تشكل كثير ظهرة قوية طيب خليني أسمع رئيسة إيناس بكل هذا الكلام تفضلي نعم ستي العزيزة تعليقية على أستاذ رأفات طبعا مع احترامي لبلدي الأردن اللي أنتمي إليه الموضوع نحن عم نحكي عن ظاهرة يعني ما صار اسمه ظاهرة هذا الشيء إلا لأنه سلبياته أكثر من جبياته يعني حضرت عم بحكي عن اتحاد منظم تدريب أشخاص رياضة تحت المركز ثاني نحكي في الأردن لها مركز هالعالمي في أوروبا أمريكا ما احترامي لكل هذه الترتيبات والتنافس لكن هي غير مدروسة غير منظمة على المدى البعيد ليش لأنه عم تجينا تستقطب هي فئة الشباب الفئة التي تتميز بموضوع الهوية مقابل اضطراباتها يعني إنسان يحدد هويته إنسان ما عم يحددها إلا لا يجتاز عدة محاولات وعدة مخاطر وعدة نجاحات وفشل فهذا الشب الصغير اللي هو بتين إيجر لسن المراهقة تمسكه انت بتدربه وبتعطيشي هذه الرخصة بتطلعه هل تضمن إنه ما رح يطلع من باب حب الظهور قدام مدارس البنات مثلا الإناث هل تضمن إنه ما رح يزعج الجيران في شارع كتير هادي وبمتاز بالرقي والإنسيابية فجأة بتطلع صوت المحركات مثل ما حكيت حضرتك وصوت المحركة عم بنحرق وحركة 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 أشياء ومسميات للأسف تتسم بالشوارعية أو بالشارع العام يعني عم تزعج أنت عم تدخل بحقوق الآخرين حقهم في الراحة وعم تستغل إنسان حتى ما أكون ظالمة في حقهم لازم إحنا لنتخذ خطوات مدروسة نتعاون كأكثر من جهة كبيت كمدرسة كاتحاد رياضة مثل ما حكيت وزارة التربية وحتى وزارات الأوقاف المختصة بالمساجد وحتى الكنائس بلادنا العربية لأسف دائما تصور على يوتيوب مثل ما حكيت أستاذ رأفات فتحت اليوم ألقيت نظرة على مقطع للأسف هزني بناحية سلبية وليس إيجابية مشهد سيارتين تخابطوا وبعض ودمار دخان أسود موت الإنسان أن يتعلم ويأخذ العبرة من أخطائه سيقوم الله بحسابك نحن تعلمنا عندما قمنا بتعلم أن الله موجود أعتقد أن جميعا نعرف وندرك أن الله محبة ولا أن أخاف الله لأدرك أن حياتي ثمينة بالتالي يجب أن أحب الله حتى أحب نفسي بالتالي أدرك من أنا ودائما أنا أقول كلمة وهي أن القلب مصحف الفكر بالتالي نستغل قلب ووجدان هؤلاء الشباب هم ستي يتميزوا بالسرعة ليس الرعون نحكي السرعة أستغل السرعة هذه اللي عندهم بطريقة إيجابية بطريقة أن استغل مهارتك في القيادة وأنقذ أناس بحاجة للإنقاذ نستغل مهارة لفت الانتباه وتعال نعمل مثلا مقاطع على اليوتيوب تشجع الإنسان يحمي نفسه ويحب السيارة بطريقة آمنة خلينا نسمع عن هذا الموضوع أساز رأفة ثلاث سنوات طويلة كان معروفة الرياضة المتعلقة بالسيارات هي الراليات اللي هي سباق السيارات المنتشرة بشكل عالمي واللي بتجري بتجري بأماكن سواء صحراوية المهم أنه أماكن خالية تماما من البشر وتعتمد على فعلا مهارة القيادة السؤال أول شي وهي شو المهارة أنا بس هذا اللي بدي أفهم أنا شخصين حيث أفهم وين المهارة بالتخميس بالسيارة وبالطفحية وبحرق المحركات وين المهارة بالموضوع يعني هي وين الرياضة وين الشي اللي عم ينمي فيه بالإنسان شي معين وينه شو هو تمام أول شي الله يعطيكم العافية هلأ اللي بدي أوصلكم هو الموضوع مش منطلق نهائيا أنا مع أنه يكون في قواعد وأسس وأحكام وشروط لهذه الرياضة طبعا الرياضة الراليات هي لا تختلف في اختلاف كامل عن الدريفتينج اللي هو اسمه بالعامية اللي إحنا بالسلف اللي هو اسمه التشحيط هو ما اسمه تشحيط هاي الرياضة أنا ما بدي أرغب عفواً للناس فيها لأ أنتوا لازم تعرفوا شغله هاي الرياضة حالياً لها جمهور كتير كبير بماكن مخصصة وليس بالشوارع إحنا ضد السرعة ضد الإزعاج للسكان ضد الكل عنده أولاد وعنده حاب يرتاح إحنا عنا تقريباً أنا عم بحكيكم عفواً بمنطلق الشرق الأوسط أو العرب إحنا ما في داعي كل إشي نلتزم فيه بالغرب وإحنا أصلاً نقدر نعمله بإشي كتير منظم أنا عم بحكيكم عن دول أنا بشارك فيها كلاتها إلها تقريباً خمس بطولات في السنة معتمدة بتركات وقواعد معينة وحلبات خاصة بعيد عن الناس ما بتزعج الناس بالعكس عم بيجوا عائلات عم بيجوا يا أستاذ رأفات هي ضيفة إيناس بدي أوصلك مس معلوم بعد إذنك تفضل كمل رح أجاوبك عليها هي مناطق مخصصة تماماً وليس زي ما إحنا عم نشوف بالتقرير هلأ موضوع شو الهواية طبعاً الهواية اللي أنا شايفها على التلفزيون هي ما فيه هواية اللي أنا شايفها عبارة عن نحكي برميل أو عجل وعم بلفوا عليه السيارات الرياضة مختلفة تماماً عن اللي أنا عم بشوفه إحنا لو فيه تقرير بس فيديو للبطولات اللي عم نسوي فيها بالأردن أو بدبي أو بالإمارات أو بالخليج أو بتركيا مختلفة تماماً عن التقرير اللي أنتوا شايفين التقرير نعم أنا ضده كل الأبطال بالأردن وفي الشرق الأوسط هذا لا يمثل الرياضة بأي صلة هذا عبارة عن حط مرميل بس هي شبيه لإلها هي فيه شبيه هي شبيهة فقط أنه بيكون فيه مسارات وعملي مخطط للسير أو بيطلعوا على تلال بالسيارة وبشوفوا قوة السيارة بالضغط بس ما بيكون عفوا العفو ما بيكون فيه ناس بنص الطريق زي ما إحنا عم نشوف ولا بيكون فيه ناس على الطرق هي عبارة فيه مدرجات أقل إشي بيبعد الأشخاص المتفرجين زي استاد كرة القدم أقل إشي بيكون خمسين متر في دفاع مدني فيه شرطة فيه درك يختلف تماما العفو عن هاي الرياضة هذا اللي احنا عم نشوفه هاي الناس خارجي عن تخطيط الرياضة أصلا وما بيصير نحكي عنهم رياضيين لأنه هذا بيسوي بيدعسوا الأطفال بيدعسوا الشباب لأنه هذا حديد بأي حركة ممكن أن السيارة تفلت وتدعس الناس هذا نهيا ما اسمها الرياضة اللي احنا عم نشوفه هذا مش الرياضة الرياضة لها ماطق خاصة محمية من كل الدول يعني احنا عم نحكي هلا احنا بسنة الـ 2018 احنا من بطولة الأردن سوريا احنا عنا ملوك عم بتشارك فيها سيدنا الأمير الملك عبد الله كان يشارك فيها بالسلف والمغفور له ابن الحسين رحمة الله عليه الكل عم نشارك حتى بالخليج في أمرا عم بيشاركوا بطريقة كتير واضحة اللي احنا عم نشوفه أنا ضده صراحة وكل الناس اللي بالأردن برضو مش معه نعم إذا كان لديك تعليق أخير ستقي ناس بس بإيجاز إذا أمكن نعم نعم أنا مع الأخ أستاذ رأفات في حال أنه كانت كما يتحدث ويقول بطريقة منظمة مرتبة طبعا ضمن قوانين نحكي تنظم التدريب تنظم القيام بهذه الهواية اللي هي هواية وفعلا قريبة لموضوع السيارات وقيادة السيارات لكن ما أن يطاول الأمر ويصبح خارج هذا التنظيم لهيك أنا دائما بحكي أنه لازم يكون فيه قوانين تنص تلزم هذا الشخص اللي قام بالتدريب على التدريب في أماكن محددة يعني ما يقود سيارته خارج هذه الأماكن وبطريقة خاصة بالتالي يخضع لعقوبة نحكي قوانين السير الموجودة في هذه الدولة لكن مدام الأمر ضمن شيء منظم شيء جمالي يظهر مهارات الشباب وقدراتهم ليش لا لكن دائما للأسف بلادنا العربية ما زالت بطيئة في جذب نحكي قدراتهم وجذب نشاطاتهم بطريقة سلسة وقد تكون مخصصة تعليق يعني هو شوي صغير أنه لفئة الناس الميسوري الحال لهيك يمكن يلجأ الشاب الفقير لاستئجار سيارة أو سرقة سيارة للقيام يعني هي مثل رياضة طبقية أو الشاب اللي شفتوا بالفيديو اللي بتحدث عنه أستاذ رأفات مثل هي رياضة للأسف أنا أنظر إليها من ناحية طبقية تكرس بفهوم الطبقية أشكرك نعم ووصلنا لختام نعم نعم نحكي أستاذ رأفات نحكي نحكي أستاذ رأفات مداخلة مداخلة هي لا تعتمد على الطبقة الغنية أو الطبقة البرجوازية لا أنا شخصيا سويت سباق خاص بطلاب الجمعات لأسحب الشباب إلى الماكن المختصة وحن عندنا بالأردن ثلاث حلبات بنقدر نأخذ الطبقة الشبابية إلها من دون أي تكلفة أي إنسان عنده يمتلك سيارة موجود بداخلها حزام أمان وطفاي بقدر يمارس هوايته من دون ما تكون السيارة مجهزة بالطريقة العالية طبعا إحنا التابعين لنظام إشيء اسمه FIA العالمي التكلفة التصليحة يعني بكلفة حقها بس يحرق المحرك وينهيها للسيارة بده فلوس لا يستبدالها نعم العفو لا يعتمد ما في داعي يحرق متور السيارة هي السيارة عفو بتكون ضمن مسار معين لا يعني إحنا منحط مسارات لا يتجاوز الديئة ونص هو بيمارس هوايته زي الرالي زي زي السبيد تيست سوري زي زي الفورميلا وان الفورميلا وان برضه بنفس النتيجة هي رياضة عالمية وعن بحرق برضه إطارات ما من قد نحكي حرق إطارات هي عبارة عن هواية زيها زي سباحة زي ركوب الخيل كل إنسان أو كل شخص بيميل لإشي معين خليب النتيجة يمكن بحاجة إلى ضوابط وقوانين نعم هي هاي ضوابط وقوانين لممارسيها في الشوارع وبدون وجود حلبات خاصة أشكرك من عمان رأفة هارون بطل أردني في رياضة الطفحيط أو الدريفتينج على هذه المشاركة كما أشكر ناس أدسوئي أخصائية نفسية واجتماعية ترجمة نانسي قنقر